بلدان مخلدون بأكواب وباريق وكعص من مين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وفاكحة مما يتخيرون ولعم طير مما يشتغون وحور عين كأنسى للؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تعسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين في سدع مخطود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكحة كسيرة وماء مسكوب وفاكحة كسيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وإنا أنشأناه النهي شاء فاجعلناه ربا فاجعلناه أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين صلة من الأولين وصلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميب وزل من يحمو لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون وإذا متنا وكنا طرابا وإذا من أئنا لمنوثون قل إن الأولين والآخرين لمجمون إلى ميقات يوم معلوم أَإِنَّكُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ أَيُّهَا وَعَلُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لأَكِلُونَ بِنْ شَجَرٍ مِنْ ذَقُّمٍ فَمَارِغُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَا الْحَمِينَ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْهِيمَ مَاذَا نُذْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينَ نَحْنُ خَلَقْنَا لَكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَعِتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَنَّحْنُ الْخَالِقُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِنَّا وَظُبْمَاتِنَا وَتَبُوْهُمْ آنَاءَ اللَّيْنَ وَأَقْرَافَ النَّهَارِ وَلَيْهِ الَّذِي يُحْتِيكَ عَنْنَا بِرَحْمَتِكَ الْرَحْمَنِ اللهم على الإيمان الكامل والسنة جمعاً طرفنا اللهم جاء للقرآن الكريم لنا في الدنيا قريناً وفي القبر المونسة وعلى الصراط نوراً وبيننا وبين النار ستراً وحجاباً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا عبيلك بنو عبيلك نواصلنا ليلك عطل فينا قضاءك نسألك الله ما بكل اسم سميت به نفسك أو عنادته أحداً من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربي قلوبنا ونور صدورنا وجلال عزالنا وحيمان ظهورنا برحمتك الرحمن الرحمن فصلنا الله على سيدنا ومولانا محمد صلوات الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحاب الأخيار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعطار يا أصحاب الأخيار نساء الله لنسفتنا نساء الله لنسفتنا نساء الله لنسفتنا نساء الله على سبيل وزوى أيها المخلقات وغير الله بسنا بسنا نقول الحمد لله على كل حال نشاء الله وعالة وعلى المسلم إنه مهم جدًا جدًا أن الله تخيصك كمسلم وفي الأخطاء الله قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُلْ لَهَا حَقَّةُ قَادِهِ وَلَا تَمْوِتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لا يموتون إلا أنت المسلمون لا يموتون إلا أنت المسلمين لذلك الإسلام هو رمضة رمضة أذكر أو أحد أمونado يقالون سمسلم من لي الله يعطوكم ي加ونه لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام بالضبط إن Senator الله تقول بأن الله في الكيام رمضة لأن الله سبحانه وتعالى سوف تساعدك في هذه الدنيا و هناك بعد ثم نسأل الله أن نكون جيداً مسلم ثم عندما نمت كما نمت كما نمت كما نمت وهذا يبقى لذلك كما قلت رمضة نحن نرى أننا نظرنا و نحن نعتقد الدنياً نحن نعلم أن نرى ولي نرى لذا لأنا سيئة من الله لأننا في الواضح م الأمر لديك كثيراً حياتي خانه كثيراً ثم نصد اللغة ثم نصد موجوداً و، قلت زالياً بعد ذلك أنكم نعلم جميع أننا في المنطقة نحن نشترك مع الناس نحن نعلم كم نحن نبغين نحن نجد أن نجد المنزل وكذلك السنة المزيدة هي المزيدة وكما يمكنك تقوم بها مدينة هي المزيدة الله المزيدة ولكنت امتظر على المنزل كل المزيدة تحرق ليس لنا ما هو ليس جيد لذلك نحسن كل ما سنحصل على الروس وحاجة إلى مكان يستمر لذلك كل ما سنحصل إلى فضلك فلنحصل معنا و كلما نحصل على دول رجال شبك و سيتمكنوا سيارة وéndعا مستمر حاجة إلى دول مرضا ويقول الله سبحانه وتعالى في بيوت الالي نغرب وقام طوفا ويزكرا فيه اسمه بعض المنزلات التي تخبرتها على مستقبلها يمكن أن يقولها على مستقبلها وهي المساجد وأن المنزلات التي تفعلوا أجراء العالم لتعطي هذه المنزلات التي تفعلها على المنزلات فهو مهمة مهمة لكننا نجدها في نفسنا بحاجة المنزلات لا يوجد أن يكون مفيداً لتعطي المنزلات أكبر الأطفال هو أن يجب الله يجب أن يجب أن يجب الله ويقوله قبل الإمام الرابط نحن 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 منه من نبينا نبينا ونبينا وهو صلاة على النبي The proof is in the Qur'an Because Allah said In Surah Al-Ahzab إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا He said Truly Allah the Almighty And all the ungep that Allah created They all pray in our beloved Prophet Muhammad صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا And then Allah make a call To the believers يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا Who you all believe صَلُّوا عَلَيْهِ Pray on him It's very important Al-Imam al-Busir He is one of the beloved Prophet Muhammad صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلَّمُ He pray on him So many times In different ways At the end Allah will give you a big reward And then he wrote something About the history of our beloved Prophet Muhammad صَلُّوا عَلَيْهِ And this is very important also It sounds like we Muslims We don't know a lot Our Prophet Which is good to do To cheat your kid about Islam But to cheat him About the history of Muhammad صَلُّوا عَلَيْهِ He's a lesson for us Even we Muslims We should know him To learn his history And his sira And how he started making dawah And how he ended dawah And how he completed Islam for us Especially His life in Medina And Makkah Two different lives Shrugling In Makkah But His life In Medina Is beautiful It's the diplomacy Of Islam That Covered the entire world All those systems That you see And you feel It's a good system The Prophet Muhammad صَلُّوا عَلَيْهِ He's the one who started When he went to Medina The first thing he did He built the house of Allah And then he found out